تشتركوا في القناة فعلا زي رجال زي اتخطوا لايك بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف تكملها لشرح يونت ايت الوحدة التامنة لصف الاول السنوي طبعا في الفيديوهات اللي فاتت كنا شرحنا الوحدة السبعة كاملة والجرامر وكمان الجزء الاول من الوحدة التامنة والجرامر الخاص بالوحدة التامنة اللي هو بيتكلم عن حالات اه الشرط وطبعا كنا شرحنا كمان الجرامر بتاع يونت ناين الوحدة التسعة طبعا الرابط دي كلها ان شاء الله هتكون موجودة في الوصف اسفل الفيديو هنشوف بقى الجزء التاني من الوحدة التامنة زي ما تعودنا هنبدأ باهم الكلمات عندي كلمة اللي هي مميزات كلمة اللي هي تسوي كلمة اللي هو تطبيق حاجة موجودة بقى على الموبايل او على التابلت برنامج يعني كلمة نقطتها س او لاتنين صح ما فيش اي مشكلة يبقى فيدباك 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 اللي هي التغذية الرجالية يعني ايه؟ يعني حد بيددي رأيه عن شي أو وجهة نظره عن شي كلمة chat 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 disadvantages 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 اللي هي عيوب أو مساوي negative 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 خدناها طبعا لعكس كلمة positive اللي هي ديات سلبي عكسها positive اللي هي إيجابي account 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 اللي هو حساب سوء مثلا حساب بانكي أو حساب على الانترنت positive 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 سامري 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 اللي هي ملخص. هيو من بيينج هيو من بيينج هيو من بيينج اللي هو الانسان. كومنت 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 ما قولش كومنت لا هي كومنت 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 اللي هي تعليق. نروح بعد كده لل كلمة تكنولوجي 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 ميموري 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 инبروف ابروف 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 وانا بمعنى يحسن او يطور نسعو كلمة ادمت 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 معناها يعترف يعني يقول ان هو عمل شيء ارجيو 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 معناها يجادل يتناقش يعني ارجي في جانب الى العصف الزهني المقصود بها اللي هو محاولة ايجاد حلول او افكار غير تقليدية قلنا طبعا القرن اللي هو مية عام وفي الغالب معها كلمة اللي هي مجموعة من حاجات متشابهة يعني جاء من كلمة يطبع وبرينتر اللي هي طبع كلمة مهمة جدا تنفعنا في الترجمة كلمة كفعل معناها يضغط نعم لو قلت زا برس بقتنا كناون يبقى معناها الصحافة يبقى برس برس بروغرس 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 اللي هي التقدم اللي هي برامج اللي بيستخدمها على الكمبيوتر او على اي جهاز حديث اللي هو مترجم فوري اللي هو بترجم مباشر يعني زي ما يكون مسلا حد في مؤتمر بترجم يبدا يسمىها كلمة interpreter. language 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 اللي هي اللغة. anchor 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 اللي هو المرسى او اللي هي بتاع السفينة. anchor anchor. pocket 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 اللي هو الجيب. sword 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 اللي هو السيف. details 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 اللي هي تفاصيل. cost 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 اللي هي تكلفة او سعر او تمن. conclusion 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 جاي من كلمة conclude اللي هي يختم او يلخص. device 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 اللي هي جهاز او اداة. documentary documentary documentary. يعني حاجة وصائقية تكلم في حقائق او معلومات عن شيء. download download download. معنا يحمل او ينزل من الانترنت. يعني حاجة موجودة على الانترنت. بنزلها او بنزلها على الكمبيوتر او بنزلها على الموبايل. يبقى دي اسمها كلمة download عكسها upload. electronic 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 اللي هي الكتروني. وكلنا عارفين كلمة e mail. اللي اي اختصال لكلمة electronic يبقى اسمها electronic mail. stress 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 معناها الضغط. stressful 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 دي صفة منها اللي هي ضغط او مسبب للضغط. share 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 share. انه بمعنى يشارك او تشارك. philosopher اللي بقيتش انا بنطاقف. philosopher philosopher اللي هو فيلسوف. online online متصل بالانترنت او عبر الانترنت. كلمة translator او translator translator اللي هو المترجم. tips 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 اللي هي نصائحة بتسوي كلمة advice. tint 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 اللي هي الخيمة. fence 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 لو صور او حاجز. ستير 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 معناها يوجه. نروح بعد كده لأهم اللي هي المتلازمات اللفظية اللي هي الافعال او الكلمات اللي بيجي معها اسماء معينة. عندي كلمة find قلنا لوحدها بمعنى يجد مع كلمة answer. يبقى find an answer معنى يجد حل لي. هي هي بتساوي find a solution. يبقى اخد بالك ان كلمة answer هنا زي كلمة solution. بس الفرق. هنا an مع كلمة answer solution تاخد a solution. كلمة press قلنا بمعنى هيضغط على كفعل يبقى press a button اللي هو يضغط على الزرار. take time معنى هيأخذ وقت. take years يأخذ سنوات. يبقى هنا كلمة take معنى هيأخذ او يستغرق. وفاكرين في شرحها قبل كده قلنا لو كلمة take جاي بعدها وقت قلنا بجيب بعدها two plus infinitive. بمعنى ايه? خدنا القادة ديت قبل كده. ان كلمة take يستغرق او يأخذ وقت. ومعها طيم. اي حاجة. بنجيب بعدها two plus infinitive. اللي هي زائد المصدر. فاكرين بيحطها مع كلمة spend اللي هي يقضي برضو. بس spend بنجيب بعدها time اللي هو الوقت. بس في الحالة ديها بنحط فعل plus ing اللي هو فعلي زائد ing. يبقى كلمة take اللي هيأستغرق وقت. هي هيها كلمة spend. طب ايه الفرق ما بين اللي اتنين ما بين take وكلمة spend. كلمة take بمعنى يأخذ وقت في الحالة ديها بجيب بعدها two plus infinitive. نما كلمة spend بجيب بعدها فعلي زائد ing. نروح بعد كده ليه كلمة do. لها طبعا اكتر من معنى على حسب الكلمة اللي معاه. do badly. معناها يؤدي بشكل سيء. عكسها كلمة do will. يبقى يؤدي بشكل جيد. كلمة make تعبير مهم جدا. نحفظه كويس. مع كلمتين make progress. معناها يصنع تقدم او يتقدم يعني. وكلمة make an effort. معناها يبزل مجهود. ودية ممكن تقابلنا في الترجمة. كلمة have. معناها عندها او لديها او يملك. لها طبعا اكتر من معنى او يتناول لو جامع الاكل او الوجبات او المشروبات. هناك كلمة have test معناها لديه او عنده اختبارات. نروح بعد كده ليه ال synonyms اللي هي المناطفات الكلمة والكلمة اللي بتساوي. وزا ما عرفنا بقى عليها سؤال ثابت في الامتحان. عندي كلمة advantages اللي هي مميزات. equals بتساوي كلمة اسمها merits. بتساوي كلمة benefits. بتساوي كلمة اسمها upsides. كلها بمعنى مميزات. كلمة stressful معناها شاق او مجهد. متعب يعني. يبقى بتساوي الكلمة ديت اسمها exhausting exhausting exhausting. ال H ما بتبنش في النطط. exhausting exhausting معناها مرهق او متعب. اللي هي بتساوي كلمة hard او بتساوي كلمة tough. كلمة extreme معناها متطرف او شديد. يعني حاجة شديدة. معناها extremist معناها unreasonable. يبقى extreme او extremist او unreasonable. نروح بعد كده ال antinem الكلمة والعكس بتا. advantage قلنا اللي هي مميزات. يبقى عكسها عيوب او مساوي. يبقى disadvantages the merits او downsides. ليعكس كلمة upsides. كلمة extreme معناها شديد او متطرف. عكسها moderate او mild معناها متوسط او معتدل. mild mild. stressful معناها مجهد او شاق. يبقى عكسها كلمة relaxing. relaxing او easy اللي هي سهل. او كلمة comfortable. نروح بعد كده ال derivation اللي هي الكلمة والمشتقاط بتاعتها. عندي بقى ثلاث كلمات مهمين. عندي كلمة translate او قلنا translate. وكلمة translation وكلمة translator. طبعا translate او translate قلنا بمعنى يترجم. يعني تعتبر كverb. لما نقول can you translate. يعني ممكن تترجم. from Arabic into English. يبقى هنا كلمة translate بمعنى يترجم. يبقى جاية كverb اللي هو الفعل. طب. كلمة translation قلنا اللي هي ترجمة. لو قلت translation اللي هي الترجمة is easy. easy بمعنى سهل. if you know many words. يبقى لو انت عارف كلمات كتيرة يبقى هتلاقي الترجمة ايه سهل. يبقى هنا كلمة translation اللي هي الترجمة تعتبر كنون. كلمة translator اللي هو مترجم. لو قلت he works as يعمل كan English translator. يعني مترجم للغة الانجليزية. يبقى هنا جايك verb. هنا جايك اناون وهنا جايك اناون او واضحة. كلمة stress قلنا اللي هي ضغط او يضغط. كفعل وكاسم. stress ده دي تصفها بمعنى مضغوط. stressful اللي هو ضاغط. اللي هو مسبب للضغط. لو قلت your headaches اللي الصدع are due to. due to يعني بسبب stress. يبقى هنا جاي معناها بسبب الضغط. I always eat when I am feeling stressed. بلنا بيحس بالضغط او ان هو مضغوط بياكل. في ناس كده مسلا حد مضغوط بينام. مضغوط بيخرج. مضغوط بياكل. يبقى كل واحد حسب الفكرة بتاعته. كلمة stressful ان ليا ضغط او مجهد او مسبب للضغط. لو قلت moving to a new house. اللي هو انتقال منزل جديد is a very stressful experience. هنا معناها طبعا تجربة خلاص او تجربة شخصية وتكون هنا stressful يعني مجهد او متعب. كلمة بمعنى ملخص. كلمة معنى ملخص. جاي من كلمة يلخص. يعني مختصر يعني summary of this text. يعني ممكن تجيب لملخص او تكتب ملخص للtext دوت او النص دوت. بتساوي can you summarize. هنا طبعا كلمة can فعلي ناقص. يبقى انا محتاج infinitive مصدر بدون اي اضافات. يبقى can you summarize this text. يعني ممكن تلخص النص دوت. نروح بعد كده ل اللي حروف الجر. عندي كلمة تعبير مهم جدا. يعني مع مؤيد لي. يعني عكس او ضد. يبقى غير مؤيد لي. معناها يساعد في ايجاد. طبعا نخدنا ان كلمة بجيب بعدها مفعول ثم مصدر يا اما صح برافو زائد المصدر. يبقى خلي بالي يا اما مصدر يا اما تو والمصدر. كلمة معناها الخلاصة. ختم او معناها بمفردهم. خدناها لو فاكرين بتساوي كلمة اسمها. كلمة معناها بمفرده. يعني لوحده. يبقى ده معنى كلمة كلمة خدناها كلمة وفاكرين كمان قلنا كلمة اللي هي سبب او مبارد برضو. معها كلمة واي. طب قلنا الفارق ايه لو حد يفاكر. هجيب بعدها اسم او اي ان جي. ريزن واي بجيب بعدها جملة كاملة. فاعل. اللي هو الفعل. لو كلمة جاية بمعنى يمنع يبقى دايما اجيب بعدها فعل زائد اي ان جي. يبقى لو بحذرك او بقولك ما تعملش الشيء دوت يبقى دايما هجيب بعدها اي ان جي. كلمة اد تو معناها يضيف الى كلمة ترانز ليت ان تو. تعبير على بعض بقى الاول كلمة ترانز ليت. معناها يترجم. من لغة يبقى كلمة فرم. ارابيك انجلش. تو واجيب بعدها اللغة التانية. يبقى ترانز ليت. واجيب بعدها اللغة. تو واللغة الاخرى. كلمة دو وزاود معناها يعيش بدون. بتسوي كلمة live without. دايما بالله هي تعبير موجود في الترجمة. we can't do without او we can't live without. يعني لا نستطيع ان نعيش بدون. ده المعنى. write down بمعنى يدون. make life easier. خدنا كلمة make. اجيب بعدها المفعول. واجيب بعدها اي اما مصدر. اه 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 اد جيكتاف اللي هي الصفة. تعبير مهم ممكن ينفعنا في الparagraph او الاساي. on the other hand. كلمة on the other hand. معناها على الجانب الاخر او من ناحية اخرى. نروح بعد كده اللي هي اهم الملاحظات اللي موجودة معنا. قلنا طبعا كلمة translate او translate معناها يترجم. هيحطها لي مع كلمة interpret. لتنين تقريبا بنفس المعنى. ولكن لو حطوهم لتنين في اختيار واحد بالنسبة لنا. يبقى كلمة translate معناها يترجم. بيكتب يعني خصوصا. يبقى ترجمة تحريرية في الغالب. interpret معناها يترجم او يفسر معنى. وغالبا بتكون حاجة شفوية او حاجة مباشرة. بمعنى he can translate from arabic into Spanish. يبقى هنا كلمة translate بمعنى يترجم. من عربي الى اسبان. he can interpret the meaning of the word. يبقى حد بيكلم واحد تاني ايه؟ بيفسر الكلام دوت. يبقى ده معنى كلمة interpret. خدنا كلمات مهمة كلمة century. قلنا بمعنى قرن اللي هو ميت سنة. هيحطها لي مع كلمة decade عقد اللي هي عشر سنوات. هيحطها لي مع كلمة millenium اللي هي الفية. اللي هي الف عام. لو قلت the fourth اللي هي القلع او الحصن was built. بنيت in the thirties century. يبقى هنا في القرن الثلاثتاشر. a decade is a period of فترة من ten years. يبقى هنا decade اللي هي العقد اللي هي عشر سنوات. a millennium اللي هي الالفية is a period of one thousand years. اللي هي الف عام. يبقى ده معنى كلمة millennium. كلمتين اتنين مهمين جدا ما بين السطور. كلمة admit. ممكن نحطها لي بقى مع كلمة confess. admit برضو من الافعال اللي ده ing. معناها يعترف. لو بشكل ودي او بشكل عادي انه بيقول ان هو اللي فعل الشيء. you have to admit that she is good at her job. يبقى يعترف ان هي كويسة في الايه? في الشغل بتاعه. يعني يقر بشيء او يقول ان الشيء ده وتفعلا حقيقي. طب. confess بقى معناها يعترف بشكل رسمي. يعني حاجة رسمية. في محضر قدام شرطة قدام بوليس. يبقى دية اسمها كلمة confess. he confessed. اللي يلبصت منها. to being a spy. spy اللي هو الجسوس. نروح بعد كده بقى لجزء التمارين على الفكاب على الكلمات. السؤال الاول بيقول طبعا هنا بيقول تشوذ that to correct answer اختار اجابتين. بقول زي انتنيمز اللي هي عكس of advantages. ان advantage اللي هي مميزات. يبقى عكسها عيوب او مساوي. يطرى disadvantage ولا downsides ولا merits ولا pros ولا upside. طبعا يبقى كلمة advantage مميزات يبقى عكسها عيوب. يبقى هنا كلمة disadvantage او كلمة downside. خدنا merits وكلمة upside وكلمة pros برضو معناها مميزات. فاكرين تعبير على بعض واخدناها اسمه pros and cons. اللي هي مميزات وعيوب. space have the same meaning. يبقى هنا نحط خط احت كلمة same meaning. يعني نفس معنى يعني equals of hard. يبقى هو عايز هنا معنى كلمة hard. اللي هي صعب او صلب. يطرى stressful ولا relaxing ولا easy ولا useful ولا exhausting. طبعا يبقى هنا hard صعب. يبقى معناها stressful وكمان كلمة exhausting. he is connected to the internet قلنا connected يعني متصل بالانترنت. this means he isn't اخد بالك. هو بيقول هو متصل اهوة يبقى كلمة connected. يبقى كلمة connected معناها ليس. خلي بالك وقال لك ان ايه? isn't يبقى ليس. ها يطرى offline ولا disconnected ولا on the internet ولا useful ولا greedy? لا طبعا يبقى طبعا وانتصل يبقى معناها او ليس معناها هنا يبقى كلمة offline وكمان disconnected. لان connected معناها on the internet. it takes space to learn a foreign language. يعني تعلم اللغة اجنبي. يطرى take time وقت ولا years سنوات place. take place معناها يحدث. take part معناها يشارك فيه. take turns معناها يتبادل الادوار. يبقى هنا يستغرق وقت او سنوات. يبقى حاجة من اتنين. يا اما كلمة time يا اما كلمة years. he is good at. يعني جيد فيه. from a language into another. من لغة الى لغة اخرى. يبقى يطرى stealing ولا selling ولا tricking ولا translating ولا interpreting خلاص اللي حافظ الكلمات كويس. هيجيب الحل يبقى كلمة translating وكلمة interpreting. نروح لي الاختياري واحد. بقول new technology. تكنولوجيا الحديثة. has its bros and. تعبير ده وقت اتقرر معنا كتير في الترمي الاولاني. bros and. من غير ما نبص على الكلمات. ها اسمها ايه? صح يبقى coins. اللي هي مميزات. وعيوب اللي هي بتساوي advantage and disadvantages. coins اللي هي عملات معدنية. advantage اللي هي مميزات اللي هي بتساوي bros. ومرتس اللي هي برضو مميزات بتساوي كلمة bros. يبقى هنا bros and يبقى coins. الفلوسفر اللي هو الفيلسوف. sit that writing things down. اللي هي تدوين الاشياء. الكتابة يعني. would stop students هتمنع الاطفال using their من استخدام. يا طرى memories ولا icons ولا glasses ولا muscles. طبعا يبقى هنا الزاكرة. يبقى كلمة memorism. icon لها ايكون او صورة. glasses لنضارات. و muscles لها العضلات. كلمة الغريبة المفروض بندوينها ونحفظها. you should sink. يجب ان تفكر space to reach your goal. reach goal تعبير مهم على بعضه. معناها يصل الى هدفه. معناها achieve. نشاط رقالة الكلمات. يبقى reach هنا بتساوي كلمة achieve. يبقى نفكر به. possibly ولا negatively ولا positively ولا lazily. لا يبقى هنا بشكل ايجابي. يبقى نحط كلمة positively. possibly بطريقة سلبية زي negatively. و lazily طبعا معناها بكسل. in space it will take many years to know whether new technology is good or bad. يبقى هنا عموما او ملخص. يبقى خدنا تعبير لبعضه in معها كلمة conclusion. طب لو كلمة conclude ممكن نقول to conclude. يبقى خلي بال لاني لو قال to conclude. خدنا include بمعنى يشمل او يتضمن. وكلمة include معناها يغلف او يضع شيء داخل شيء. using much technology may lead to. خدنا طبعا lead to يؤدي الى من ضمن التعبيرات اللي بجيب بعدها اسمها او ing. يبقى ممكن تؤدي الى space and it can stop people enjoying life. يطرى برس ولا stress ولا strike ولا strike ده. كلمة دي خدناها في تانية اعداد كلمة strike اللي هي مخطط. strike معناها هجوم. stress معناها ضغط. برس اللي هي يضغط او صحافة. يبقى هنا طبعا to stress يؤدي الى الضغط. to stay safe online. عشان تبقى في امان. never. يبقى ما تعملش الشيء. معناها don't. space your personal information. اللي المعلومات الشخصية. يبقى shake ولا shave ولا share. طبعا يبقى هناك كلمة never share. يعني لا تشارك معلوماتك الشخصية مع احد. shake معناها يهتز. shave معناها يحلق دقنه. shade لو ظل او خيال. he is good at space from foreign languages into Arabic. من اللغات الاجنبية للعربي. يبقى good at. خدنا طبعا هو جاب للفعل translate باشكال مختلفة. ing مصدر ماضي فعل في اس. طبعا يبقى الفكرة هنا في كلمة good at. خدناها من ضمن التعابيرات اللي بقى جيب بعدها ing بقى كلمة translating. space can help us. ممكن يساعدنا to make things better than before. حاجة هتساعدنا لو انت قلتوها هتساعدنا ان احنا نحسن الاشياء افضل مما سبق. يبقى طبعا feedback ولا feedback ولا handbag ولا airbag. طبعا يبقى قلنا التغذية العكسية او الرجعية. اللي هي التعبير عن وجهة نظر او ابداء الرأي فيه شيء. يبقى كلمة feedback. English and French. الانجليز الفرنسوي. are space languages. للغات. يطرى لوك المحلي national قومي. عرب عربي ولا foreign. لا يبقى هنا كلمة foreign languages. طب مين شاطر ممكن مكان كلمة foreign. احط كلمة كمان وتمشي مع كلمة English and French are space languages. يطرى مين البطل اللي هيجيب الكلمة البديلة. احطها هنا مكان كلمة foreign. والكلمة دي هات تبدأ بحرف الاي. ها الشاطر اللي هيجيبها. ويسيب الاجابة في الكومنتال. السؤال اللي بعد. بيقول. language listen will be a thing of the past. اللي دروس اللغات يعني. this mean they will become. يطرى هتكون. new ولا modern traditional fashionable. يبقى مفتاح الجملة دي او الفكرة هنا في ايه? a thing of the past. thing of the past يعني حاجة من الماضي. يبقى معناها حديث ولا قديم. لا يبقى موضة قديمة. يبقى هنا هنحط كلمة traditional. fashionable عصري او حديث. modern حديث. new جديد. he tries to stop his children space their time online. الفعل stop. قلنا يمنع من هنا. طالما جاي بمعنى يمنع من خلاص يبقى فهمنا. دايما نجي بعدها ing. يبقى wasting. ممكن نقول stop his children wasting على طول او from wasting. do you know who space the mobile? يطرى invention ولا invented ولا inventor ولا inventive? طبعا من اخترعه يبقى كلمة invented. يبقى هو invented the mobile. I had a space with my friends about the exam. يطرى chat ولا cheat ولا shill ولا shake. طبعا يبقى هنا حوار او دردشة يبقى كلمة a chat. to go online. عشان تدخل على الانترنت space this button. اللي هو الزرار. يبقى miss ولا confess ولا destroy ولا press. لا يبقى قلنا هناك كلمة press بمعنى يضغط على. سؤال خمستاشر working and bringing up children. working اللي هو العمل. bringing up children معناها تربية الاطفال. is a space matter اللي هو امر. يطرى ايزي سهل interesting شيء او ممتع او مسير stressful. لو ضاغط او مجهد. ولا stressed معناها مضغوط او يشعر بالضغط. لا يبقى هنا شيء ضاغط او مضغط او مسبب للضغط. يبقى هنا كلمة stressful. ايجيبت has made great space in the field of. اللي هو في مجال agriculture. كلمة مهمة نحفظها عشان ممكن يجيبها لك ترجمة. كلنا المفروض حافظونا agriculture. زراعة. industry اللي هي الصناعة. tourism اللي هي السياح. الحاجات الاساسية ديت. يبقى stress ولا press ولا progress ولا miss. طبعا يبقى هنا يحرز تقدم. يبقى make progress. as is questions. اللي هي اسئلة. to find out how much you know. يعني اسئلة انت بتجاوب عليها عشان نعرف انت معلوماتك ايه عن الشيء دوت. يا ترى هنا tip ولا struggle ولا map ولا quiz. طبعا يبقى كلمة quiz اللي هي في الزور او لغز او اختبار قصير. map خريطة. struggle والصراع. كلمة مهمة برضو في الترجمة. وتب طبعا ليا نصيح. زاسيف اللي هو الحرام. that he killed the man. so he was sent to prison for life. تعبير مهم برضو. sent i was sent to prison for life. يعني تسجن مدى الحياة. يعترد هنا denied معناها انكر. confused اعترف. reject معناها يرفض او يعترض. ولا objected برضو معناها اعترض. لا يبقى هنا معناها اعترف وبالتالي دخل السجن. يبقى هنا كلمة confused. وطبعا قلنا كلمة confused معناها يعترف بشكل رسمي. he is a creative. creative قلنا اللي هو مبدع او مبتكر. teacher. this means he is an space teacher. يا ترى invention اختراع. invent يخترع. invented معناها تم اختراع. ولا inventive. لا يبقى هنا كلمة inventive معناها مبتكر. can you give a space of the text in two sentences. يعتبر summary idea opinion ولا details. لا يبقى ممكن تقول رأيك. ممكن. ملخص. ممكن. فكرة. ممكن. بس هنا هنختار كلمة summary. والسؤال برضو والشاطر يجاوب عليه. ليه هنا ما ينفعش اقول idea. ممكن اقوله اديني فكرة القطعة دية او النص ده في جملتين. او رأيك. او تفاصيل. طبعا كده كده مش هتنفع تفاصيل. مش قوله اديني تفاصيل للنص في جملتين. لا ممكن اقوله رأيك او الفكرة. او ملخص في جملتين. طب ليه اخترنا سامري? ومختارناش idea ولا opinion الشاطر. يقولي الاجابة. we always sleep in a space when we go camping. طبعا كلمة go camping معناها يذهب في معسكر في الصحراء او في مكان. يبقى يطرها هينام في تنت ولا اتك ولا ايلاند ولا ساند كاسل طبعا يبقى كلمة تنت اللي هي الخيمة. اتك اللي صندرة غرفة علوية في المنزل يعني. جزيرة. وطبعا ساند كاسل اللي قلعة من الرمال. نروح بعد كده لسؤال اللي هو سؤال الترجمة. زي ما قلنا طبعا بيجيب لي ترجمة اختيارات هيجيب لي جملة. خلاص. بالانجلش. ويقول لي عليها اربع اختيارات. بنقرأ زي ما قلنا الجملة الاول كلها. وبنقرأ الكلمات. ونترجمها الكلمات اللي احنا عارفينها. لو مش عارفينها بننزل نقرأ الكلمات اللي بالعربي. ونقدر نستنتج المعنى. كلنا حافظينها مدرن حديث تكنولوجيا اللي هي التكنولوجيا الحديثة. خدنا تعبيرها لبعضه. وقلنا مهم يبقى اخد بالك كلمة ديت مهمة اللي هو دور. كلمة خدناها بمعنى ايه? مجالات. يعني في كل مجالات الايه? الحياة. خدنا كلمة بتعبر عن تناقض. يعني ولكن. ادي المقصوبة اللي هي المدرن تكنولوجيا. خد بالك بقى من الكلمة دي. اللي هي عيوب او مساوئ. طب نشوف بقى الترجمة بالعربي ونختار من الصح. تلعب التكنولوجيا الحديثة دورا مهما في جميع المجالات. ماشي. لحد كده صح. في حياتنا. ومع ذلك. مع ذلك معناها بالرغم من ذلك. فان لها عيوبها. طب لحد كده تقريبا ما فيش حاجة ايه? غلط. نشوف الجملة التانية. تلعب التكنولوجيا الحديثة دورا سيئا. لا اه يبقى غلط هنا كلمة سيئا. يبقى دي اكيد ما تنفعش. طب تلعب التكنولوجيا الحديثة دورا مهما في جميع المجالات في حياتنا. ومع ذلك فان لها مميزاتها. لا ده موجودة فين? يبقى دي اجابة غلط. تلعب التكنولوجيا القديمة. هو قال القديمة. لا ده بيقول الحديثة. يبقى هنا القديمة غلط. يبقى هنا الاجابة الاولى هي الصحيحة. اللي يتلعب التكنولوجيا الحديثة دورا مهما في جميع المجالات في حياتنا. ومع ذلك فان لها عيوبة. نروح لي الترجمة التانية. لكي طبقة. لكي يبقى كلمة او يبقى يبقى كلمة آمنا اللي هي كلمة عبر الانترنت يبقى اسمها اونلاين. يجب الا تشارك. يبقى معلومات شخصية او معلوماتك الشخصية. اللي هي معاه يبقى كلمة الغرباء. ها غريب يبقى كلمة ايه? استرين جارف. طب نشوف التراجم ونشوف الصح. ان اردر تو ستي انسيف. هبقول لي انسيف? لا. يبقى غلط هنا كلمة انسيف. يبقى جملة ديات. ما تكملش قرائتها خلاص مش هتنفع. طب ان اردر تو ستي سيف اونلاين. لحد كده كويس. يو مست شير. هقولك يجب ان تشارك. لا ده هبقول لي ايه? يجب لا تشارك. يبقى هنا مست غلط. طب التالتة. ان اردر تو ستي سيف اونلاين. يو مست نوت. ما فيش مشكلة. هي مصن. شير يور بيرسونل. اه ده استنى ده هبقول لك معلومات ايه? شخصية. طب شخصية ديت اسمها ايه? ها بيرسونل. يبقى الغلط هنا في كلمة بيرسونل. بيرسونل ديت معناها ليا شؤون العاملين او ادارة شؤون العاملين. يبقى اكيد الاجابة الاخيرة هي اللي صح. طب نشوف كده. يبقى هي ديت الاجابة الصحية. يبقى ازا ما قلنا عشان نجاوب سؤال الترجمة ده بشكل صحيح بنقرأ الترجمة سواء عرب او انجليزي. وبعد كده بنشوف الكلمة او الشكل المختلف ونحدد. بكده وصلنا لنهاية شرح الوحدة التمنى الدرس التالت والرابع. وطبعا جزء الجرامر اللي هو الخاص بي حالات اف كنا شرحناه في الفيديو السابق. وطبعا الفيديو دي كلها او رعوب بتاعاتها هنشوفها في الوصف اسفل الفيديو. انتظرونا ان شاء الله في الفيديو القادم. وشرح الجزء الاول من يونت ناين الوحدة التسعة لصف الاول السنة.